بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعرض معكم تجربة لعرض نبات الهوية احنا عرضنا على صور البلكونة عملناها دوحبال ومدينا النبات عليها طبعا دي هتفرق فيه هتفرق طبعا عن الهنج وعن طريقة اللي احنا عاملينه على دعامات في ان هو هيبقى عنده فرصة اكبر للحصول على كمية اكبر من ضوء الشمس طبعا الاتجاه اللي هيتحط فيه النبات ده شيء اساسي يعني لازم يكون فيه مكان بتوصله ضوء الشمس في الفترات اللي بيكون فيها الجو مش مش فيه مفوش حرارة زيادة بمعنى ان ما ينفعش مثلا يكون في اتجاه بتوصله الشمس وقت الظاهرة او وقت الحرش انا بفضل اتجاه الشمال او البحري والاتجاه الشرق ده ان دولت بيوصلهم ضوء يعني تقريبا لحد الساعة 11 الصبح او قبل الساعة 11 وبعد كده بيرجع لهم ضوء تاني بعد العصر طيب لو حطينا في اتجاه الابلي او في اتجاه في حرارة جديدة طبعا الورقة هتحرق مننا والنبات هيتأثر بشدة وممكن نقض على النبات كمان الميزة في الموضوع ده ان هيقفل لنا الاماكن اللي احنا عايزين نقفلها وبنفس الوقت هيسمح بمرور طيار الهواء يعني مثلا لو انت عايز تقفل بلكونة او كلام من ده عادي جدا هينفع معاك هيبقى منظره جميل وريح عطرية وكمان مزهر يعني هيفرق كتير عن نباتات مصلكة كتير كمان بيد فرصة له النبات ان هو يكون اغصان سميكة وكمية الازهار بتتضاعف عدة مرات وطبعا لما كمية الازهار بتتضاعف بتبقى فرصة معانا للسنين اللي بعد كده ان كل سنة النبات هيضاعف على ازهاره هنهتم بحاجات تفاصيل يعني مثلا كل ما نلاقي القيمة النامية بتاعت النبات بتزيد فهرتبها تاني مع النبات وفي نفس الاتجاه ما نسيبهاش بس حرة في الهواء علشان الهواء في طيار الهواء ما يخبطهاش في حاجة وبالتالي يتلي في القيمة بتاعتها النامية طبعا يا جماعة كمية اللي ظهر في النباتات دي مش هي خالص جمية النباتات اللي موجودة في اخواتهم او اللي بنفس حجموهم اللي محطوطين في هنج او معمولين بطريقة تانية كل واحد طبعا حسب زوءه وحسب امكانياته هيرتب النبات وهيعرضه بالطريقة الجمالية اللي تنزم قلنا ان ده فيه مبيدات كتيرة اولا هيعمل لنا ساتر في الاماكن اللي احنا عايزين نقفلها ثانيا نبات شاكره حلو ثالثا نبات عطري لرايحة جميلة وكمان هنحافظ على صحة النبات وهيبقى عندنا النبات افضل بننوه بس كمان للجماعة اللي بيسألوا على النباتات اللي هو اللي عندهم لسه ما اظهرتش مع انها لها كزا سنة ده يا جماعة بسبب ان النبات غالبا بنشتريه بيبقى موجود كزا شاتله في الاصيس الواحد فده النبات بيبقى زي ما بقول كده مخنوق وبينلاقي ان الاغصام بتاعته رفيعة وبيلجأ لها بعض الناس لتزيين الهنجات بتاعتهم بيحط كميات كبيرة من العقل وبالتالي بيلاقيها كلها اغصار رفيعة ومش مؤهلة لان هي تدي اظهار انا عن نفسي بفضل ان يكون في الهنج او في الاصيس نبات واحد وان زاد يبقى نباتين بحيث النبات بياخد راحته في النمو وبيدي لازهار المطلوبة نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة